بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية كما رسل الأولون ما آملت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت غارمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما قلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعدين بل نقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض يم ينشرون لو كان فيهما آلهة ليلة فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هات برهانكم هذا ذكر من معي ذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرشل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه منه لا إله إلا أنا فاعبدون فقالوا اتخذ الرحمن وذا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى إلا لمن يرتضى وهم من خشته مشفقون ومن يقول منهم إني لا هم من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجز الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رضقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشبس والقمر كلهم في فلك يصبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخذب أفئمت فهم الخالدون كل نفسنا ذائق أبت الموت ونبلوكم من الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك إلا وزوى هذا الذي يذكر آلهتكم ومذكر الرحمن يمكافرون خلق لي نسانوا من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد يكونوا بصادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوه النار ولا عن ظهورهم ولا منصرون بل تأتي مغتكا فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استوجئ رسل من قبلك فحاق بالذين سقلوا منهم ما كانوا به يستاجئون قل من يكون لكم بالليل والنهار من الرحمن بل مع ذكر بهم معرضون أم لهم آرية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن علاءة الأظر عن قصوة من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم للوحي ولا يسمع صنى دعاء ذا ما ينذرون ونضع الموازن القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان منذ قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا وأفعتما منكرون ولقد آتينا إبراهيم الرشد من قبل وكنا به عالميا إذ قال لأبي وقمه ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم وأنتم وأباكم في ضرال مبين قالوا أجيتنا بالحق يا ما أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرون وأنا على ذلكم الشاهدين وتالله لأكيد أن أصطابكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم قالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعي الناس لعل لم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناه الأغسرين ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له بإسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعنما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا يقام سوئهم فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين ونوحا إذا داميا قابل فاستجبنا له فرنجينا وآلوا من الكائب العظيم ورسلناه من القرية الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا يقام سوئا فأغرقنا مجمعيا وداود وسلماني ذي حكماني في الآضي ذا فشت فيه غرام القوم وكنا لحكم مشاهدين ففهمناه سليمان وكلنا أدينا حكما وعلما وسقرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمنا صنعة نبوس لكم وتحصلوا من بأسكم فأنا تشاكرون ولسل معنا ريحة صفة نتجري بأمره إلى الآضي التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالميا ومن الشياطين من يغوصون له يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ويوبا إذا دارب واني بسنا ينظر وأنت أرحم راحميا فاستجبنا له فاكسبنا ما به من ينظره وآتيناه آلا ومسنا معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابدين وادق الله في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني ذاب مغاطبا وانفظنا أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ورجيناه من الغب وكذلك نوجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسى تفاجها فرفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وفرق فران السعية وإننا له كاتبون وحرام على قرية أهلك أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حد بيناصرون فاقترب البعض الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلة ما قد كلنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من ذون الله حسب جهنم أنتم لها واردون أو كان هؤلاء آليات ما واردوها كلون فيها خاردون لهم فيها زفيرهم لا يسمعون إن الذين سبقتنا من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة ومن فيما شاءت أنفسهم قاردون لا يحزموا الفجع الأكبر وتترقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كوتب تعدون يوم أرطوا السماء كطية سجيل الكتب كما بدانا أول خلق نعيد وعدل علينا إننا كنا فاعلين ورغت كتبنا في الزمور المعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقام عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنما يوحى إلي أنما إليكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولى فقل أنتم معنا سواب وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول يعلم ما تكتمون وإن أدري لعل وفدنا تلكم ومتاعني لاحيا قال ربي حكم الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن جلزالة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذال كل مرضيعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس شكارة ومام شكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كذب عليه أنه ما تولى فأنه يضل ويديه لأعذاب السعي يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن أقلقناكم من اضطراب ثم من نصفتين ثم من علاقتين ثم من مضغة مخلقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة اللي نبين لكم ونقول رفر الحامر شعر إلى أن نسمع ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هاردة فإذا أنزلنا عليها الماء تجزة وربت وعمدت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة تأتيت لأربا فيها وأن الله يبعث ماما في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني أعطي نظلها عن سبيل الله لو في الدنيا خزيه ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذاك مما قدمت يذاك وأن نظارس بظناء من العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ونطمع النبي وإن أصابه فتنة الانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضل وما لا ينفعه ذلك والضلال البعيد يدعو من دون الله لما انطره أقرب من نفعه لبئس المغلا ولبئس العشير إن الله يدخل للذي العمل وعمل صالحات جناتنا تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد ما كان يظل أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر أن يظل بإنك يدو معي غير وكذلك أنزل له آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق رؤوسهم الحميم يصاروا به ما في بطنهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يقول الذين آمنوا وعملوا صالحات جناتنا تجري من تحت النار ويحلون فيها من أساور يمينا ذهب والولوة والباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صلاة الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحادم بالظلم والذق من العذاب الأليم وإذ بوعنا لإبراهيم ما كان البيت لا تشبه شيء وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأنذف الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ظالم يأتون من كل فجر حنيق وإلي يشهدوا منافع لهم ما يذكروا اسم الله علىه ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم دهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم اليقضوا تفتموا اليوفون الذرهم واليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير الله فهو خير الله وعند ربه وحلت لكم لا نعم إلا ما يطلع عليكم فاشتربوا الرجس من الأوثاني واشتربوا قول الزهور حنفاء لله غير مشكين به وما يشك بالله فكأن مآخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لو كن فيها منافع لاجة المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمتها جعلنا ماسكا ليذكروا اسم الله على ما رسقهم لهم بأيمة الأنعام فاكلوا منها فإلهكم إله واحد فهواصم وبشر المقبتين الذين إذا ذكروا الله وجهت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم المظيم الصلاة والمعرض أغنام ينفقون وربنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجهت قنوبها فاكلوا منها وأطعيم القانعة والمعتر كذاك سخلناها لكم لعلكم تشكرون لينال الله لحمها ولا دماؤها ولا كيانال تقوى منكم كذاك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشروا محسنيا إن الله يدافعه عن الذين أملوا إن الله لا يحب كل خواري كفور وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصبنا قدير الذين أقضوا من ديانهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولا لا دفع الله الناس بعضا بعض الله أدى مصامعه وبعه وصرواته ومساجه يذكر في اسم الله كثيرا ولينصر الله من يصر وإذن الله لقوي عزيز الذين إما كناه في الأذاقام الصلاة وآتوا زكاة وأمروا بالمعروف فلو علي المنكر وإلا يعقلت الأمور ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قام روحي وعالي وثمود وقام إبراهيم وقام روط وأصحاب مدير وكذب موسى فأبليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نقير فكي من قرية الأهلك ناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشي وبين معطرة وقصر المشيد وقصر المشيد أفل المسير في الأرض فتكون لهم قلوبه يعقلون بها وأذن يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يمر عند ربك كالف سنة مما تعدون وكي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وليا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالنذير آمن وعامل الصالحات لهم أغفرته رزق كريم ولذن سعب في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما رسلنا من قبلك من رسولي ولا مبيه إلا إذا تمنى أرقى الشيطان في أمنيته فيعنسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علي من حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرضوا القاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أتلعين أنه الحق من ربك فيه المنوبية فتخبت قلوبهم وإن الله لا للذين أمروا إلى صلاة مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية المنو حتى تأتيهم الساعة بغتتهم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملكون يومئذ لله يحكموا بينهم فالذين أمروا وعملوا صالحات في جنات نعيم والذين أكفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا لا يرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله نوى خير الرازقين ليدخلنهم مدخلن يرضونه وإن الله لا عليم حليم ذلك ومن عاقب بيه ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفوه غفور ذلك بأن الله يرجو الليلة في النهار ويجو النهار في الليل وأن الله سميعا بصير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العليو الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الأرض مقترا إن الله لطيف وخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجريه تجريه في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس الأروف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكفور لكل أمة يجعلنا ناسكنونك هم ناسكوه فلا ينازعونك في الأمل وادعو الله ربك إنك لعلى أدى مستقيم وينجادروك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينك يوم القيامة فيما كنت فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب أن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم نزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتنا تعرف فيه الذين كفروا المكر يكادون يسرون بالذين يتون عليهم آياتنا وعفو نبيكم وشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بيسا النصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له ويسرهم الذباب شيئا لا يسنقذ منه ضعف الطائب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة